السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل الرز المعمر بطريقة سهلة جدا وسريع بالطريقة الاصلية اعملين معي بالخطوات اللي انا هقولك عليها وان شاء الله هيطلع معانا مفلفل وجميل اوي تعالوا نشوف مع بعض الطريقة اول حاجة معي كوباية ونصف رز مخصول كويس انا غسله كويس وحطته كده في طبق كبير بس كده بعد ما غسلت الرز كويس حطته كده في طبق كبير وبعدين احط عليه مية لحد ما تغطيه خالص واسيبه منقوع في المية كده زي ما انت عايزة ساعة ساعتين براحتك بس يعني ساعة حلوة قوي كفاية عليه بس كده اسيبه في المية ساعة كده بقى بعد ما سبته ساعة كاملة في المية الرز دبل خالص كده وشرب شوية من المية برضو انا صفيته بقى من المية اللي كنت نقعاه فيها بالشكل ده صفيه خالص من المية وبعدين احضر بقى الطاجن اللي انا هعمل فيه المعمر ده الطاجن اللي انا هعمل فيه الرز احط بقى الرز كله بعد ما حطيت الرز لازم اسيب فرق كده عقلة فاضي عشان الرز بيكتر ويكون فيه مساحة ان هو ياخد راحته كده يعني وينفش براحته انا ها استخدامت على كل كوباية رز كوباية لابن وكوباية شربة عشان انا وغدا كوباية ونصر رز فهستخدم كبايتين لابن وكوباية شربة ومعلقتين كبار اشتا ومعلقة سمنة ويجب اللبن يكون مغلي يعني انا غالية اللبن وبده احطه حالرز انا احطيت كوبايتين لابن مغلي وكوباية شربة معلقتين اشته واساسي طبعا السمنة البلدي حطيت معلقة كبيرة سمنة بلدي بس كده اقلب بقى المكونات كلها كويس كده عشان تندمج كلها مع الرز والسمنة تسيح كده طبعا عشان اللبن سخن فيها هتسيح بسرعة وحطيت معلقة صغيرة ملح ولازم الملح يكون اقل شوية عشان انا حطى شربة والشربة طبعا فيها ملح بس كده بعد ما خلصت الطاجن هحطوا بقى في الفرن على درجة حرارة 200 ولازم تكون الشوية شغالة لحد ما الرز يشرب اللبن كله وياخد وش كده من فوق يحمر وبعدين نقفل الشوية وهوريكم نعمل ايه يعني انا هدخله الفرن يكون الفرن شغال والشوية كمان شغالة على درجة حرارة 200 لحد ما يشرب اللبن كله بالشكل ده والوش يحمر بس هو طبعا لسه مستويش انا هغطيه في فويل خلاص انا مش عايزة الوش يحمر اكتر من كده انا عايزة بس كده هغطيه بقى في فويل عشان ما يحمرش او يتحرق وهدخله تاني الفرن واقفل الشوية واوطي الفرن خالص على درجة مية وخمسين او مية وستين واسيبه نص ساعة بس كده بعد ما طلعتم الفرن بقى بعد نص ساعة افتح بقى الفويل كده بسم الله شايفين شكله بجد شكله حلو قوي يعني هو شكله بيتكلم عنه وشايفين اللون انا ما كنتش عايزة يحمر اكتر من كده او عشان الوش ما يتحرقش بجد اللونه حلو قوي وشكله بجد رحته كمان فضيعة ومفلفل خالص جربوه بالطريقة دي وبالمقادير دي على كل كباية رز وكباية لبن وكباية شربة هيطلع معاكو مظبوط خالص ومفلفل قوي الرز كده مش محتاج اي حاجة ما بياخدش وقت خالص هي نص ساعة في الفرن وهيستوي كويس قوي معاك جربوها بالطريقة دي وقلو رأيكم في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة ويراب بالطريقة تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة